نصنع المعرفة نصون الكلمة شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اللي بالطبع بينتظر قطاع كبير من الجمهور والمثقفين في دورته الخمسة والخمسين والله هيتم افتتاحه يوم الرابع والعشرين من يناير فهذه الدورة وقع الاختيار على عالم المصريات سليم حسن ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني علشان يكونوا شخصيات معرض الكتاب هذا العام يعني شهر يناير في كل عام بتكون رائحة الكتب هي الرائحة أو السمة الأساسية في القاهرة من أجل هذا المعرض اللي يمكن بيلقي إقبال كبير جدا من عدد كبير من أبناء الخليج أو العالم العربي اللي بيتوافدوا على مصر خصيصا من أجل شراء الكتب في هذا المعرض خلينا نعرف الاستعدادات النهائية لهذا المعرض هذا العام وبصحبتنا الأستاذ محمد الفئي وكيل الإدارة وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية للتسويق في الهيئة المصرية العامة للكتاب صباح الخير يا فندم أرها بحضرتك صباح الخير أهلا بحضرتك وأهلا بأستاذ المشاهدين وكل سنة وكل معرض وحضرتكم بخير في الأول حرك رئيس الإدارة المركزية للتسويق في الهيئة العامة للكتاب ماذا يحمل هذا العنوان من تفاصيل متعلقة بالمعرض يحمل هذا العنوان أن الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب بيتبعها الإدارة العامة لمنافذ البيع والتوزيع اللي هي على مستوى الجمهورية منافذ البيع التابعة للهيئة والإدارة العامة للدراسات التسويقية بالنسبة للمعرض بيتبعنا بقى الجناح الرئيسي للهيئة جناح الرئيسي اللي بيبقى في صلاة واحد ده الجناح الأمة الجناح الأمة بالضبط طبعا بيبقى فيه مكتبة الأسرة بتلاقي كل تخفيضات وكل المجالات موجودة فيه بتخفيضات هيلة جدا ده بالإضافة إلى أن فيه جناح مخصص لمبادرة الثقافة والفن للجميع اللي أطلقتها معالي الوزيرة الأستاذ الدكتورة نيفين الكلاني اللي هو سعره ما بين جنيه لعشرين فقط ودي مش أول دورة ده بعد ما لقى إقبال كبير جدا من الجمهور يعني الجمهور أما بيلاقي كتاب عنوان مهم وبيبحث عنه ويلاقيه بستة جنيه وبسبعة جنيه يعني ده بيبقى فيه إقبال جماهيري غير عادي على الجناح المخفض ده بتاع المبادرة بالإضافة لأن فيه جناح برضو تابعنا اللي هو للكتب الأجنبية غير العربية بالفرنسي والألماني والإنجليزي طبعا عدد من الأجنحة بيبقى زي عرس ثقافي كرنفال الجمهور بينتظروا وجمهور معرض القاهرة الدول الكتاب زي ما احنا تعودنا منه جمهور مبهج ومفرح لأنه بيبقى بيتوافد الجماهير بشكل يعني لم يسبقه مثيل في أي معرض آخر احنا شفنا معارض كتير جدا معارض هائلة وعظيمة وكل بس البطل الحقيقي عندنا هو الجمهور فعلا تحت أي ظروف وتحديات بكل ما تعنيه الكلمة بنجد الجمهور مبهج ومفرح وإحنا بنعمل لإرضاؤه آخر الاستعدادات المتعلقة بالمعرض خاصة النوضوع مش بيقتصر على أجنيحها وكتب يتم باعها واشراءها لكن على هامش المعرض دايما فيه أنشطة كتير جدا ندوات ثقافية فيه أنشطة خاصة بالأطفال ورش عمل مختلفة أهم الاستعدادات الخاصة بهذه الجوانب في المعرض طبعا احنا فيه أكتر من 550 فعالية ثقافية في هذه الدورة ان شاء الله على سبع قاعات فيه قاعة للشعر فيه قاعة رئيسية سميت بسليم حسن وقاعة للشعر وقاعة الإبداع وفيه قاعة مخصصة صلاة مخصصة بالكامل للطفل لأنشطة الطفل والكتب الطفل وفيها الكثير من الفعاليات الجاذبة جدا للطفل زي أراجوز مصرح مناقشات وندوات حوارية بين الطفل وبين كاتب أدب الطفل ورش حكي ورش تلوين وفنون للأطفال يعني الصالة دي مخصصة منذ أكثر من ثلاث سنوات أو خمس سنوات بصراحة بتجد إقبال غير عادي للأطفال بيجوا بزويهم بيحضروا ندوات بيتعودوا على بيحبوا الإراية بيحبوا الفنون بكل أشكالها طبعا بالإضافة إلى القاعة الدولية بيها برنامج ثقافي غني جدا بتحتفي النرويج مملكة النرويج هي الضيف الشرف السنادي بتحتفي بكاتب الحائز على نوبل 23 وكثير من الكتاب والأدباء في كاتب نرويجي كاتب مألف كتاب عن النيل بتحتفي به أيضا وكثير من الأدباء النرويجيين في هذه الدورة إن شاء الله من خلال فعاليات القاعة الدولية طبعا ده يعني تقرب وتفاعل مع ثقافة شمال أوروبا إحنا ضيف الشرف دايما بيبقى عبارة عن تضافر ونقل ثقافات من وإلى طبعا يعني السنة الفاتية كانت المملكة الأردنية الهشمية السنة اللي قبلها كانت اليونان شرء أوروبا السنة اللي قبلها كانت من دولة عربية من آسيا السنة دي روحنا لشمال أوروبا يعني ده بيبقى عبارة عن تقارب ثقافات ونقل ثقافات وتصدير ثقافتنا وإبداعنا ليهم والعكس صحيح إحنا لو معرض كمان يعني أصبح يعني فيه جنسيات كتير جدا يعني مع وجود القاعات الكبيرة والجنسيات أفارقة وأوروبين وجنسيات عربية سبعين دولة آه بتحسلك في مطار القاهرة أو بتحسلك في مكان يعني خارج مصر من كتر الجنسيات تكلمنا كم ضيف كم دولة مشاركة أهم دور العرض يعني لغة الأرقام هنا مهمة كمان يعني إحنا إحنا سبعين دولة مشاركة في هذه الدورة ألف ومائتين دار نشر على مستوى الدول المشاركة كلها ما بين دور نشر عربية وغير عربية طبعا دي يعني تعد من أكبر من أكبر فعاليات معارض كتاب على مستوى العالم يعني طبعا إحنا بنعد يعني بعد معرض فرانكفور فرانكفور طبعا هو يصنف الأول إحنا بنعد المعرض لقاهرة دول الكتاب حتى في المنطلة العربية ما فيش في معارض تانية في المنطلة العربية خارجية طبعا إحنا الأكبر بلا شك إحنا الأكبر بلا شك يعني طبعا مع كل احترامنا كل المعارضة العربية مهمة وفي منتهى الأهمية طبعا ولكن إحنا بنتكلم إحصائيا معرض لقاهرة دول الكتاب بالنسبة للناشر وبالنسبة للمواطن للقارئ للاتنين هو أكبر فعالية ثقافية فعلا هقول لي حريك على حاجة احنا السنة اللي فاتت عدد زوار المعارض كانت تلاتة ونصف مليون يعني لو خرجنا عن المناقشة عن معارض الكتاب واتكلمنا عن فعاليات فقط فعاليات أي فعاليات بتاعت أي نشاط مش هنلاقي فعالية ثقافية أو غير ثقافية بتحتضن تلاتة مليون وشوية في خلال تلاتاشر يوم في العالم أنا لا أزوم كان قبل كده في معرض موسكو للكتاب وصل عدد زوار لمية وعشرين أو لمية وعشر ألف احتفلوا بجد حاجة يعني شوف حضرية الصحف كتبت إيه فبقيت مستغرب دي دول بيخشوا في أقل من يوم عندنا يعني فطبعا كعدد رواد المعرض والزائرين والجمهور المستفيد من المعرض لا هو بدون شك مالوش مسيل بالإضافة إلى أن دور النشر المشاركة بالنسبة لها سواء مصرية أو عربية بالنسبة لدور النشر المعرض القاهرة دول الكتاب هو الكارنفال والحدث الأكبر اللي هو يعني اللي هو بيسموه الموسم الأهم بالنسبة له هو الموسم الأهم بالنسبة له هو معرض القاهرة دول الكتاب وعنط التسويقي هام هام جدا دايما بيقال أنا معروض لكتابه معرض الكتاب بالضبط يعني بيبقى كل ناشر عامل حسابه أن فيه قيمة هو اللي هيطلع بها في معرض القاهرة يعني أما حتى الناشر اللقطة وبين المؤلفين بيقولوا أن طب داي الحق معرض قاهرة يعني بنسمع الكلمة دي كتير جدا على مستوى كل دور الناشر فده طبعا بيعكس لا وسط المعرض المختلفة اسم معرض أساس معرض عربيات معرض الكتاب لي قيمة تانية ولكل موضوع تاني موضوع تاني وبقى فصحة للأسرة المصرية هي كده فعلا لأنه بقى اللي بيروح ما بيروحش عشان يشتري الكتابين تلاتة ويمشي لا بيروحوا أسر احنا بنشوف الكلام ده وفيه يعني إحصائيات واستبيانات بالجمهور بيروحوا أسر الأسرة كاملة الأب والأم والأولاد بمختلف أعمارهم طبعا الشيء المفرح أكتر برضو أن عدد الشباب من القراء بقى يصل إلى 70 و 80% من القراء هم شباب ده طبعا شيء يعني مهم جدا ومبشر لأن يعني في ظل المنافسة الشارسة الإلكترونية والسوشيال ميديا والحاجات دي الكتاب الورقي ما زال لحد النهاردة بيجد اهتمام من الشباب وده شيء برضو مبشر لأن لا غنى عن الكتاب الورقي في ظل التطور التكنولوجي برضو حقيقة فيه اهتمام كمان من الإعلام دايما بمعرض الكتاب يعني دايما بتجيه في القنوات المختلفة بتهتم بنقل الفعليات إبراز الكتب والأدباء والكتاب الشركة المتحدة كمان على مدار الفترة الماضية كانت بتغطي المعرض القهر الدولي للكتاب في جميع قنواتها في برامج مختلفة تقارير بتتعامل متابعة عليه الندوات والفعليات أهمية الاهتمام الإعلامي يعني احنا حتى كصبع الخرية مصر مهتمين بالتواجد دايما في معرض القهر الدولي للكتاب وإجراء لقاءات مختلفة في جميع الجوانب المتعلقة بالمعرض ده طبعا دور مهم جدا دور الإعلام يعني في خدمة المعرض ورواده مهم جدا يعني الجمهور بيتعرف على الخدمات اللي بيشوفها في المعرض أكتر يعني نافذة بيعرف منها الخدمات دي من خلال حضراتكم الجمهور لما بيلاقي أن في خدمة مقدمة لكذا خدمة مقدمة لزاوي الاحتياجات الخاصة خدمة مقدمة لكبار السن يعني زاوي القدرات الخاصة ليهم تيسير في الدخول هم وزويهم كبار السن ليهم برضو تسهيلات في الدخول هم وزويهم كل واحد ولهم مرافق وبيدخلهم مجانا بالإضافة إلى أن خدمات داخل المعرض داخل أروقة المعرض كثير من الخدمات على رأسها طبعا برنامج أنا متطوع الشباب اللي بيشاركوا بيتطوعوا بتقديم خدمات إرشادية للجمهور طبعا دي حاجة يعني جميلة جدا الشاب بيبقى مستمتع وهو بيقدم الخدمة للمواطن والمواطن بيبقى في قمة استمتاعه طبعا وهو بيجد سهولة في الوصول إلى قاعد كذا صالة كذا جناح كذا من خلال الشباب دول يعني كل سنة في استحداث حاجات وتوسيع يعني لو ما بنستحدثش حاجة في يعني التزويد في الخدمة اللي احنا بنقدمها وطبعا الدكتور رحمد باهي الدين رئيس الهيئة بيأكد على استحداث الجديد من الخدمات للناس زي مثلا يعني السنة دي في حاجة اسمها مؤتمر اليوم الواحد ده شيء جديد السنة دي ضمن الفعاليات مؤتمر اليوم الواحد ده فيه ست مؤتمرات على رأسها مؤتمر خاص بالزكاء الاصطناعي مواكبة بالتحول الرقمي والتوجه إلى الجمهورية الجديدة طبعا ده بيبقى ده شيء مهم جدا بيجذب نظر طبعا وسائل الإعلام باعتباره وبتنقله على الهواء كبريات المحطات التلفزة بالتأكيد بيه حاجة مهمة جدا بتلفت أو يعني بتجذب يعني أنظار اللي هم الناس المتابعين لسوق الكتب صور الأسبكية أو سوق الكتب المستعملة اللي دايما بيبقى محط يعني اهتمام قطاع كبير جدا من المصريين عندنا شارع النبي دانيال في اسكندرية عندنا يعني هو ظاهرة عربية شارع المتنبف يعني احنا بتكلم في سوق الكتب المستعملة ده بقى ترند في حد ذات طبعا إن الكتاب أقل سعرا ممكن يلاقي الكتب نادرة جدا بيجذب عدد كبير مثلا من طلبة الطب أو الهندسة اللي كتبهم غالية فبيلقواها مستعملة أو أرخص موجود الكلام ده واستعادتكم عاملة زي ليه الكلام ده موجود بس بضوابط يعني شديدة شوية لأن لازم يكون فيه ضوابط للكتب دي وبيبقى احنا يعني تعويضا عن الحاجات دي أو عشان نأكد على وجود الكتاب ده احنا الجناح المخفض اللي عملاء الهيئة فيها كتب من خمسين سنة الكتاب معروض بسعره اللي من خمسين سنة يعني الكتاب اللي تلاقيه بثلاثة جنيه خمسة وسبعين إرش طبعا سنة حاجة وسبعين الثلاثة جنيه خمسة وسبعين إرش ده رقم ده مش قيمة الورق اللي فيه آه لا بيتباع بنفس الرقم النهارة احنا برضو يعني بنتيح الكتب القديمة وفيها أمهات كتب وفيها حاجات على فكرة في اللغة وفي الأدب وفي الفلسفة فيها كتب فيها عناوين مهمة فيها عناوين الناس بتبحث عنها فعلا طب وإيه الضوابط اللي حضرتك وحطينها بالنسبة لسؤال الرئاسبكية الضوابط طبعا أن لازم القيمة لازم قوائم بتتسلم عشان نبقى عارفين حرصا على الملكية الفكرية حرصا على حقوق لو في حاجة لها حقوق أو حاجة كده ما يبقاش حاجة يعني بيبقى بشكل غير مشروع يعني فلازم لها ضوابط حاجات كده فطبعا ده بغض النظر ده من غير ده مشترع الجناح المخفض المخفض ده إصدارات الهيئة والوزارة طيب أستاذ محمد أخيرا حيك اتكلمت عن دور المتطوعين في إرشاد المواطنين جوه المعرض لكن قبل ما أروح معرض الكتاب لو عايز أعرف أبرز أنشطة اليوم اللي موجودة إيه أتعرف على ده من خلال إيه بالتحديد فيه المنصة الإلكترونية اللي منها بيتعرفوا على الأنشطة ومنها ممكن يحجز تذكرة إلكترونية من خلال الموقع المنصة بتاعت المعرض بيسجل اسم ورقم الهاتف والجنسية والسن وبيانات وطريقة الدفع فيه طريقة دفع إلكترونية بفيزا ومسطر كارد وكل يعني كل الصبل الدفع موجودة وبيكتب عدد مرات الزيارات اللي هو طالب يشتريها كمان كل ده موجود وبيروح بيحدد الأيام وبيروح وبيحجز باسمه وبيبقى فيه QR code يعني ده متاح يعني وبينطوره كمان يعني بالإضافة إلى أنه كمان فيه خدمة مهمة اللي مش هيسمح وقته بحضوره للمعرض طهير الدول الكتاب سواء ظروف عمل أو مسافة فيه خدمة الهيئة العامة للكتاب بتقدمها بالتعاون مع الهيئة القومية البريد أن خدمة المنصة البيع الإلكتروني المواطن بيخش يشتري كتاب المخفض الكتاب معين وبيوصلوا لحد أي نقطة في مصر بوعيسة في حدود خمس كتب بعشرة جنيه فقط حقيقة خدمات كتير بتسهل على المواطنين أكيد وننتظر تفاعل مع المعرض في هذه الدورة وكمان أعداد أكبر نتمنى له التوفيق والنجاح شكرا جزيلا أستاذ محمد الفئي وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب شكرا على تشريفك لي شكرا جزيلا شكرا جزيلا